أكد وزير التربية الوطنية عبد الحاكيم بالعابد أمس الأثنين أنه سيتم تفعيل إجراءات جديدة لتعزيز اليقظة في محيط المؤسسات التعليمية وذلك بتنسيق مع الجهات الأمنية في وجوار المؤسسة التعليمية وبالقرب منها بهدف تأمين تلميذ وضمان تمدرسهم أقول في أحسن الظروف وأبرز المسؤول الأول عن قطاع التربية في الجزائر على همش الاجتماع التنسيقية مع مسؤولية تنظيمات الوطنية الممثلة لأولياء تلميذ وممثلية لاستاك الأمنية ووزارتين داخلية والعدل أكد الدور الكبير الذي يطلع به أولياء التلميذ أمام المدرسة وفي محيطها باعتبارهم شركاء فاعلين في الحياة المدرسية